مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت رنتش موجز للأخبار من التلفزيون المصري فأهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي حرص مصر على توطيض علاقاتها مع إسطونيا والارتقاء بها لأفاق أرحب في مختلف المجالات جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإسطوني ألار كاريس إذا أكد الرئيس السيسي توافق الرؤى حول تكثيف العمل المشاركة ما بين البلدين الصديقين كما أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي أن القضية الفلسطينية تصدرت القضايا الإقليمية التي تناولتها المباحثات الثنائية مع نظيره الإسطونية في هذا الإطار شدد الرئيس أسيسي على أهمية تضافر الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ومنع اتساع نطاق الصراع بالمنطقة أجرى رئيس عبدالفتاح أسيسي اتصالا من هاتفيا مع رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هناءه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأكد رئيس أسيسي تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع رئيس ترامب في فترة ولايته الجديدة في ضوء طابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة ما بين الدولتين وكذا التعاون المميز بين الجانبين والذي شهدته فترة ولايته الأولى وبما يعود على الشعبين المصري والامريكي بالمنفعة المشتركة ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط من جانبه ثمن ترامب اللفتة الكريمة من الرئيس سيسي مؤكدا اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع ما بين البلدين وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد حفظ السلام والأمن الإقليميين أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن مصر تدعم بشكل كامل مؤسسات الدولة السودانية جاء ذلك خلال مؤتمر صخفي مشترك مع وزير خارجية السودان علي يوسف وأكد عبد العاطي أن الأمن القومي السوداني يعد جزءا من الأمن القومي المصري مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان له نعكاساته وتأثيره على مصر وهو أمر طبيعي في ظل العلاقات الأخوية من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني أن مصر لم تتردد في اتخاذ أي موقف لإنهاء الحرب وبناء السودان الجديد مشيرا إلى أن الدعم المصري مقدر تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود فيما أعلن حزب الله أنه استهدف للمرات السادسة برشقة صاروخية تحركا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في الوقت نفسه واصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتلى أربعين شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد بما في ذلك مدينة بعلبك مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الإنقاذ لا تزال غارية بحثا عن مفقودين هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك جنوبي لبنان استشهد خمسة فلسطينيون فيما أصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بالتزامن استشهد فلسطيني متأثر بإصابته بقراح خطرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حصار منزل بمدينة جنين شمالي ضفة الغربية المقتلة في الوقت نفسه وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة عقب استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار بمدينة جنين فيما أوضحت مصادر فلسطينية أن الفصائل الفلسطينية أوقعت قوة عسكرية إسرائيلية في كمين أدلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بخطاب أقرت فيه بالهزيمة في انتخابات الرئاسة وقالت هاريس إنها اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب وهنأته على انتصاره ووعلت بالانخراط في انتقال سلمي للسلطة وتعهدت هاريس أمام انصارها في جامعة هاريس بمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وضد العنف المسلح وأخيرا نقل الرئيس الأوكراني فولادامير زيلانسكي قال إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات وأضاف الزيلانسكي أنه اتفق على مواصلة الحوار الوثيقي وتعزيز التعاون مع واشنطن حول الأزمة الأوكرانية هذا ونقل موقع بوراتيكو عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهما إن البيت الأبيض يعتزم الإسراع بإرسال آخر بما تبقى من مساعدات سامنية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا بحلول الوقت الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه